السؤال بعد كده بيقول لو بقرأ القرآن وطلب مني أبي أو حد وطرقت القراءة عادي أكمل ولا أقرأ الصورة من الأول يعني هو بيقول أنا في وسط قراءة صورة البقر أو في وسط قراءة صورة الملك أو في وسط قراءة أي صورة والدي ندي علي أو والدتي نديت علي فأمت وسبت القراءة فأمت وسبت الإيه؟ سبت القراءة هل أرجع أجمل ممن من حيث وقفت ولا إيه اللي حاصل ولا أبتدي السورة من أولها لا أرجع ليه إن أنا أرجع أكمل من حيث وقفت ليه لإني أنا لما خرقت ولبيت دعوة أبوي أو دعوة أمي أنا في الحقيقة بس أم حاجة نختم على رأس آية لإن دعوة الأفضل وابتدي من الآية التي تليها يا جوز ده وإحنا مش ممكن نكون في كل مرة في القرآن الكريم ما إحنا في نعمل في التراويح كده بنيجي في إيه في الراكعة خلست فبنعمل إيه فبنختم الراكعة دي خراءة ونعمل إيه ونسلم ونرجع تاني وساعات بيبع عندنا إيه جلسة التراويح فما بنرجع ليش للإيه للصلاة مباشرة والدليل على ذلك ماذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى بآية طب صلى بآية هي فيه هو الآية دي كانت سورة لا الآية دي كانت آية آية في سورة فصلى رسول الله ثم قطع صلاته وسلم ورجع إلى القرآن في الليلة التالية يبقى إيه اللي حاصل يبقى يجوز الإنسان إنه هو ده كمان في الصلاة يجوز إنه يتوقف عند آية ثم بعد ذلك بيعمل إيه؟ يكمل بعد ذلك في الصلاة وعشان كده أنا رأي إن لأ مش واجب عليك ومش فرض عليك ولا تكوني آسمة ولا تكوني كتركت الأدب مع القرآن إذا بدأت بعد ما انتهيت يعني إنت بدأت في أول السورة في منتصف السورة في أواخر السورة ابدأي بعد ما انتهيت وهذا ليس فيه أي نوع من أنواع لا إفساد العبادة ولا نوع من أنواع عدم الأدب مع القرآن ولا فيه أي نوع من أنواع الخروج عن آداب قراءة القرآن بالعكس قد يكون دوات نوع من أنواع الديمومة إنه نحن نتعود إنه نحن ده لكن لما نيجي ونجيب السورة من أولها إيه اللي حاصل نحن كده عن نعمل إيه يبقى كده معناها أننا كل واحد يقرأ سورة البقرة لازم يخلأ سورة البقرة في جلسة واحدة وقد يعثر عذا على الناس ويصعب عذا قد يعثر عذا على الناس ويصبح أمر ثقيل على الناس إن هي تعمل ده لكن القرآن الكريم إيه اللي حاصل يقراه الناس وليس بالضرورة أن يختم من إنسان السورة لكي يتوقف عن القراءة لا ممكن يتوقف على القراءة في منتصف السورة وممكن يتوقف عن القراءة بعد انتهاء السورة يعني ممكن يتوقف أثناء أثناء التلاوة وممكن يتوقف بعد بعد الانتهاء من السورة وهذا ليس فيه أي نوع من أنواع عدم الأدب مع القرآن فنكمل عادي مش لازم نجيب الصورة من الأول